تجمع آي آينجي مخزونها من الأدوية على هذه الرفوف في أحد أسواق رنجون منذ أشهر عدة وهذه الصيدلية سبق أن خسرت كل بضائعها جراء حارقين في غضون خمسة أعوام فقررت هذه المرة التأمين على مخزونها وهو أمر لم يعتده البرميون علي أن استحصل على عقد تأمين فقد خسرت كل شيء مرتين وأخشى أن يحصل ذلك مجدداً هو سيتيح الاسترجاع رأس مالي شهد اقتصاد برما دفعاً قوياً منذ التحول السياسي الذي عاشه هذا البلد في العام 2010 فازداد عدد السيارات على الطرق وارتفع معه عدد الحوادث المرورية وهنا أيضاً يكتشف البرميون أهمية التأمين وإن لم يتخطى عدد أصحاب العقود خمسة في المئة من أصل ستمائة ألف سائق أشعر بأمان أكبر خلف المقود بمجرد وجود نظام لمساعدتي أشعر بارتياح حتى العام 2013 كانت الشركة الوطنية التي يسيطر عليها الجيش تهيمن على قطع التأمين غير أن انفتاح البلاد سمح بظهور شركات منافسة الفرص هنا هائلة ومن المؤكد أن القطع سينمو ويتطور سوق واعدة باتت تثير اهتمام الشركات الأجنبية التي لا تزال القوانين البرمية تحد من أنشطتها واقعاً من شأنه أن يشهد تحولاً سريعاً تماشياً مع النووي الذي يشهده اقتصاد البلاد